من دا اجيب هذا السؤال بالامتحان بعض الطلاب دا يرتكب جريمة رياضياتية يروى في الاثر من نسوالف اجدادنا بان فد يوم واحد يحوق زوالي يسموه حايج باللغة العامية يسموه رواف احنا عدنا باللغة الفصحة هذا هنا بقالة سنتين يحوق لزولية وبالتالي رادي بيحها قال اريد اهديها للوالي بلك يكرمني عليها فاتكرم كل الشبير فعلا من هنا الوالي المنطقة فقال له انا راح اطيك وزنك ذهب على هذا الشغل المتقن والجميل وسنتين انت تشتغل بهذه الزولية اكيد كيف صاحبنا ابو الزولية لكن قل لش اريدك تقول لي وين افرشها بالقصر اي مكان يناسب هذا العمل الجبار صاحبنا هذا الحايج قال له سيادة الوالي انا اشوف له من تموت اللي يفوك بيها ضاج الوالي وبعد ينقص راسه عدمه اذا هذا صاحبنا الحايج اشتغل سنتين شغل عديل لكن خربها بحجاية اخر شي خسر حياته من وراها بعض الطلاب ان يجيهم هذا السؤال بالامتحان يصير مثل صاحبنا الحايج هذا الشغل كله يسويه صحيح وبعدين راح يقول لي ايدر اور اما الاول يساوي صفر اول ثاني يساوي صفر خرب السؤال الطالب هنا ما راح ياخد درجة كاملة يجوز ياخد نص درجة اذا امون مصحح النرفز والطا صفر اذا هنا اكو فرق لازم يتميزون بالنسبة للغة العربية هناك فرق بين اللام واللامين يعني بين الحل وبين الحلل اسا احنا دنسول في حلل لكن من اقولكم حل انا راح اقولكم يساوي صفر هذا لو كان يساوي صفر هنا راح اكتب يؤدي إلى وهنا اكتب يساوي صفر يؤدي إلى هنا اكتب يساوي صفر يؤدي إلى هنا اكتب يساوي صفر وبعدين اقول اما او فهنا اذا كانت يساوي صفر باللغة العربية يقول لي حل المعادلة بالانجليزي يقول لي solve the equation لكن هذه الصيغة اللي أمامكم هي موحل للمعادلة أصلا ليست معادلة ما بها طرفين السؤال هو فقط XOS 4 ناقص واحد لذلك هنا بالعربي رح يقول لي حلل بالإنجليزي رح يقول لي Analyze